اليوم خلينا نسألك عن الاستقطابات في الاهلي واحدة من اكبر الصدمات اللي جات في يوم وليلة كذا ماكسيمان مشى فالناس قلت والله اذا الاهلي مشى ماكسيمان عينك على الجاي ما حد جاء طيب مسألة ماكسيمان لازم نرجع برضو للجنة الفنية اللجنة الفنية المختصة المدرب والاخوان اللي موجودين معه المدير الرياضي والمدير التنفيذ المدير التنفيذ والمدير الرياضي طيب هذه العملية تدار وفق تقارير طوال الموسم المدرب شخص استقطب بمبلغ مالي عشان ياخذ قرارات عشان ياخذ قرارات ممتاز قرروا انه يمشي ماكسيمان عشان نتجاوز يروح عشان الوقت عشان نتجاوزوا عشان انه ماكسيمان كان افضل قدرة في البيع ومبلغ المالي يستطيع انه هو يتحمل نادي اخر فبالتالي احنا عندنا مشكلة في انه نوفر خانة نستقطب فيها لاعب اجنة ممتاز اشتاويتو كان العمل او هم ماش سووا مو انت كان الرغبة في انه نستقطب جناح خلاص بدل ماكسيمان وكان العين على جناح يعني كبير جدا بدون ذكر اسماع كبير جدا ريال مدريد اكت بس اركحنا فيليسوس لعب ريال مدريد ولا موبهو هو وغيره طيب هو خليتي فهم هو وغيره خلاص حصل في اثناء المفاوضات حصل يعني امر غير متوقع انه اللي هو انتداب اللاعبين السعوديين في برنامج الابتعاث فكان فجأة انه خلاص في رأس البريكان هيطلع للبرنامج الخارج كذا انت هتلعمن غير مهاجم هتلعمن غير مهاجم طيب يعني تحولت الاولوية من طرف الى رأس حربة الى رأس حربة لانه احنا في كل التقارير الفنية اللي رفعت انه نحنا كانت عندنا نسبة الفوز عالية جدا في المباريات لكن ما استطعنا انه نحن نحسم النتيجة او نزيد العدد اكثر من الاهداف اللي موجودة فعلى هذا الاساس تحولت من جناح الى رأس حربة جبنا توني كانت المفاوضات ما بين توني وسمين وانتهت على توني وجبنا توني رجع فراس ما راح البرنامج ما راح البرنامج فحصل انه انا الان عندي قاب في الجناح وهذا اللي ان شاء الله حيكون متوفر في الفترة الشتوية جناح باذن الله يفوق طبوح الجماهيم بالشي المتوفر لنا حتى الان